للدفاع عن حقوق البطالين في مدينة الأبيض سيد الشيخ لقد وقفنا اليوم في مدينة الأبيض سيد الشيخ هذه المدينة التي رصيدها حافل بالثورات ثورات سيد الشيخ وثورات الشيخ قعمامة لكن بعد مرور خمسين سنة من الاستقلال لم تنال هذه المنطقة إلا التهميش والحجرة والإقساء المقصود وهو الشيء الذي جعل مننا اليوم كاللجنة وطنية للدفاع عن حقوق البطالين للوقوف اليوم في وقفة سلمية لللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين تحت شعار الحرية والعدالة نحن اليوم نقف لنطالب بحقنا الدستوري من حرية وعدالة نطالب اليوم بحريتنا الدستورية في التعبير حريتنا في التعبير وحريتنا في التظاهر السلمي لقد أصبح البطال اليوم ما بين مترقة التعسف والاستقلال والتهميش المقصود وما بين مترقة أعوان الأمن من قمع ومتابعات قضائية مشحفة لا لشيء وهو السبب الوحيد الذي جعل هاته كل أنواع التحرشات الأمنية أو قمع متابعات قضائية على خلفية تعبير البطال المسكين على سخته من المعاناة جراء البطالة كذلك اليوم وقفنا وقفة من المطالبة بالعدالة عدالة القانون حيث اليوم نطالب بعدالة القانون العدالة التي يتساوى فيها الرئيس والمرؤوس عدالة يتساوى فيها بين الراعي والرعية نحن اليوم وقفنا اليوم لنطالب بدولة العدالة ودولة القانون في من خلال وقفاتنا المتتالية عانينا من كل العرقيل التي تتربصون بها من مكاننا اللجنة الوطنية الدفاع عن حقوق البطاليكي خرجت طالب بالعمل لا لشيء والعيشة الكريم لكن وصفونا بكل أنواع كل التشبيهات والاتهامات المغرضة الغرض منها هي كسر حراكنا السلمة نحن نرى مطالبين والو طالبين حقنا الدستوري في العمل مطالبنا مطالب اجتماعية لكن ما يخفىكمش وما يخفى حتى على واحد لأن المشاكل اللي يراننا نعانوا منها هي نتيجة فساد إداري وفساد سياسي في الدولة اشتركوا في القناة